موسيقى مساء الخير بعد تأخير لعدة أيام بغية التوصل إلى تسوية حول مسألة تجميد بناء المستوطنات تنعقد لجنة المتابعة العربية الجمعة لتقرير مصير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ووسط غموض في الموقف الإسرائيلي حيال ورقة الضمانات الأمريكية وتجديد فترة التجميد بدى الجانب الفلسطيني متمسكا بلا آته لا تجميد لا مفاوضات وسط تلميح الرئيس محمود عباس إلى أمكانية تقديم استقالته من هنا تسارعت الاتصالات الأمريكية والدولية خلال الساعات الماضية بغية إنقاذ العمليات السلمية السلام بين مراوحة إسرائيل وخيارات العرب عنوان ساعة حرة ضيوف الحلقة الدكتور صبري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية من لندن أهلا بك مارك لندلر كاتب في صحيفة نيويورك تايمز من واشنطن وينضم إلينا بعد قليل ومن تل أبيب تشيكو مناشي المراسل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية أهلا بك ومن القاهرة عماد جاد رئيس برنامج الدراسات الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بك أيضا وفي النصف الثاني من هذه الحلقة ينضم إلينا مارك جينسبورغ المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بداية أبدأ معك تشيكو مناشي من تل أبيب الأنظار توجهت خلال يومي الثلاثاء والأربعاء إلى المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمعرفة موقفه من مسألة تمديد تجميد بناء المستوطنات لم يصدر أي شيء حتى هذه الساعة ماذا يجري لماذا التريغ إسرائيلي يتعامل بصورة أساسية في لعبة بوكر راسية مع الفلسطينيين والإدارة الأمريكية سيد نتنياهو يحاول أن يحتفظ بأكبر قدر من المعلومات داخل مكتبه ويخشى من التسربات المتعلقة بالمفاوضات بينه وبين الإدارة الأمريكية نتنياهو في الواقع لم يناقش هذا الموضوع الخاص بتمديد التجميد في عملية السلام مع الفلسطينيين مع مجلس وزرائه أو مع مجلس الوزراء الأصغر وذلك فقط نتيجة لهذا السبب هو لا يريد تسرب أي معلومات إلى الخارج هذا مبكر بالنسبة له نحن نتحدث عن مفاوضات حساسة وصعبة كما وصفتها مثل لعبة البوكر السيد نتنياهو يحاول أن يحتفظ بأوراقه قريبة منه نعم ولكن لجنة متابعة مبادرة السلام العربية والقمة العربية سينعقدان الجمعة والسبت في ليبيا لاتخاذ موقف فيما يتعلق بمستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية سيستند الموقف العربي على موقف الحكومة الإسرائيلية المتريث والذي يعتبره الفلسطينيون ربما مماطلة أنا غير متأكد أن المسألة مماطلة أنا أتفق مع السؤال ولكن غير متأكد من الإجابة الصحيحة أنا تحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم أثناء زيارته لمدينة في منتصف إسرائيل وسألته عن القرار الإسرائيلي وقال هناك بالفعل قرار كان هناك تجميد من جانبنا والآن حان الوقت للفلسطينيين كي يبقوا داخل غرفة المفاوضات والاستمرار في المفاوضات المباشرة وهو لم يقل أنني لن أصدر أمر جديد بالتجميد لستين شهرا أو لستة أشهر كما تطلب القيادة الفلسطينية والأمريكية ولكن كما فهمت وأنا قلت هنا قبل الشهر أنني أبلغت مثل هذا الطاقم أن السيد نتنياهو لن يصدر تمديدا فيما يتعلق بالنشاط الاستيطاني والكل دهشة وحتى الآن نحن نرى أن هذه المعلومات كانت صحيحة كما أرى أنا التفصيلات هذا المساء والسيد نتنياهو وكما أفهم أنا وهذا ما أراه من الناس المحيطين به من القريبين من مكتبه السيد نتنياهو غير مستعد لإصدار أمر جديد بتجميد جديد دكتور سيدم بناء على ما تقدم به تشيكو مناشي وبالفعل كان قد أعلن عبر هذا البرنامج منذ أكثر من شهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يمدد قرار تجميد بناء المستوطنات بناء على ذلك ماذا سيفعل الفريق الفلسطيني في قمة سرد في لجنة متابعة مبادرة السلام العربية يعني أخي العزيز كما تعرف هذا الموضوع تحدثنا فيه مرارا وتكرارا والموقف واضح وصريح بأن القيادة الفلسطينية لا تستطيع أن تستمر في عملية التفاوض لطالما إسرائيل قررت أن تستمر في بناء المستوطنات والمعادلة المنطقية واضحة بأن أنت تحتاج إلى هذه الجغرافيا لتقيم عليها دولتك وإصرار إسرائيل في بناء المستوطنات يقتل هذه الجغرافيا أما فيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي من الواضح أن نتنياهو أراد أن يكون سطرا في التاريخ عوذا عن صناعة التاريخ وهو يضرب عرض الحائط بكل المواقف ولا يستمع لنصائح حتى شركاءه في الإدارة الأمريكية الذين يقولون له بأن الحل يجب أن يكون شامل فلسطيني لبناني سوري وتنتهي فيه كل معاناة المنطقة ويتم الاعتراف بإسرائيل بناء على المبادرة العربية التي نعرف تفاصيلها جميعا مع الأسف الأمور تتجه نحوها الهاوية والطريق يبدو موصودا رغم أن الحكومة الإسرائيلية قد آثرت الصمت خلال الفترة الماضية لكن أعتقد أن لغة الصمت قد أصمت أذاننا جميعا بأن إسرائيل لا تريد حقيقة أن تستمر في تجميل الإسرائيل سيكون هناك موقف يدعو أو موقف سيتخذ في السرد لمقاطعة المفاوضات ما لم يصدر أي قرار إسرائيلي قبل انعقاد الاجتماع حقيقة لا أعرف ولكن أعتقد أن القرار سيستند للقرار السابق بأن القيادة الفلسطينية هي صاحرة القرار وأن أي موقف تتخذها القيادة ستؤيده فيه كل مكونات اللجنة المتابعة العربية نعم مارك لندلر من واشنطن نرحب بك في ساعة حرة مارك كتبت كثيرا في الأيام والأسابيع الماضية عن عمليات السلام في الشرق الأوسط وكان لك مقالة أمس عن الضمانات الأمريكية لإسرائيل يعني الولايات المتحدة قدمت هذه الضمانات لا جواب إسرائيلي واضح عليها بعد وعلى قرار تمديد تجميد بناء المستوطنات برأيك ماذا يجري حاليا لماذا التريث الإسرائيلي أعتقد أن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن رئيس الوزراء نتنياهو يواجه حسابات سياسية صعبة جدا وكما تعرف ونتيجة لإتلافه اليميني والمشاعر القوية لدى الأطراف الأخرى في الإتلاف تجاه المستوطنات أعتقد أنه سيدفع ثمنا سياسيا في هذا الموضوع موضوع المستوطنات أيضا بصراحة الإسرائيليون يشعرون أنهم ربما يمكن أن يحصلوا على صفقة أفضل من الولايات المتحدة الضمانات الأمنية التي تقدمها الولايات المتحدة والتي كتب عنها كثيرا سخية جدا ولكن ربما الإسرائيليين ينتظرون للحصول على المزيد وكما رأينا وبشكل متكرر في عملية السلام حتى الآن هذه المواعيد الزمنية تأتي وهم يعاملونها كما أنها لحظة حرجة وإذا لم يمدد الإسرائيليون التجميد فإن الفلسطينيين سينسحبون أول تجميد انتهى والفلسطينيون لم ينسحبوا المحادثات توقفت ولكنها لم تنهار وهناك إحساس أن هذا يمكن أن يحدث من جديد مع اجتماع القمة العربية ربما القمة العربية متضايقة وستدين إسرائيل ولكنهم لن يقولوا الفلسطينيين انسحبوا نهائيا أعتقد أن هذه هي الحسابات التي أقدم عليها الإسرائيليون نعم ولكن مارك فيما يتعلق بهذه الضمانات الأمريكية البيت الأبيض ووزارة الخارجية نفي أن يكون هناك ضمانات قد قدمت لإسرائيل السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد ذلك والجانب الإسرائيلي أيضا عبر الصحف أكد ذلك لماذا هذا النفي الأمريكي لهذه الضمانات برأيك؟ أعتقد أن عليك أن تنظر على الإنكار الأمريكي بعناية ما قالته الإدارة هو أنه لم تكن هناك رسالة أعطيت للإسرائيليين والنقطة هنا هي أن هذه نوع التفاهمات التي يتم تداولها في المفاوضات الخاصة ربما لا تكتب على أوراق ولكن بالتأكيد لن توضع في رسالة رسمية من الرئيس أوباما إلى رئيس الوزراء نتنياهو إلا إذا كان الأمريكيون واثقون أن الإسرائيليين سيقبلونها علينا أن ننظر ليس على الإنكار ولكن على طريقة كتابته ربما يمكن أن تسأل مسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين لا أحد ينكر أن هذه الحوافز على الطاولة ولكن المسألة هل ينبغي إعطاء المزيد من الحوافز كي يتحرك الإسرائيليون نعم ننتقل إلى عماد جاد في القاهرة عماد يعني مارك لندلر ذكر قبل قليل لأن اللجنة العربية للمتابعة مبادرة السلام أو القمة العربية لن تأخذ قرارا بمقاطعة المفاوضات سيكون موقفها متحفظا من هذه الناحية برأيك ماذا سيكون عليها الموقف العربي بصفة عامة يبدو واضحا أن الاتجاه العربي هو الابتعاد عن القرارات الحادة والموقف الحادة لكن علينا أن نضع في الاعتبار مجموعة عناصر العنصر الأول أن القمة ستوقض في مدينة سيرت الليبية وليبيا وللأجواء المحيطة بليبيا تأثيرات عادة في مثل هذه الأمور النقطة الثانية أن القادة العرب وقد قدموا وتحديدا لجنة مبادرة متابعة السلام وقد قدمت أكثر من مرة الغطاء الذي يريده الرئيس الفلسطيني سواء بمفاوضات غير مباشرة أو بمفاوضات مباشرة أعتقد أنهم يرون أن نتنياهو إذا كان غير قادر أو غير راغب على التواصل إلى تمديد لتجميد الإستان لمدة شهرين فقط مقابل الحصول على حزم الضمانات فما الذي يضمن أن يسير بعد ذلك في تسوية سياسية تطلب تنازلات مؤلمة وخطوات جريئة إذا كان يحسب أموره على ذنة ولكن ربما أتفق معه في أن ما ستقدم عليه لجنة متابعة مبادرة سلام غدا في سيرت بليبيا هو الاستماع للرئيس الفلسطيني لا ننسى أن غالبية أعضاء اللجنة من دول الاعتدال العربي التي من مصلحتها استمرار مفاوضات وعدم القطيع رئيس الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني كان واضحا أن لا مفاوضات من دون تجميد بناء المستوطنات يعني إلى أي مدى سيذهب العرب في هذا الاتجاه أنت تعلم أن اللغة الدبلوماسية يمكن أن تعالج كل شيء بمعنى أنا ما أشرت إلى المواقف الحد هو أنه لن يعلن مثلا مقاطعة الانتخابات والمفاوضات والخروج عنها بمواقف حد لكن ما لم يقدم نتنياهو ربما إلى ما قبل اجتماع لجنة المتابعة ما يمكن للقادة العرب أو الوزراء الخارجية أن يستخدموها أو ما يمكن للرئيس الفلسطيني أن يستخدمه لتبرير طلب الاستمرار في المفاوضات سوف أغلب الظن أن ما سيصدر عن لجنة المتابعة سيكون عبارة عن لغة دبلوماسية تؤكد الموقف الفلسطيني الذي يتخذ وهو لا مفاوضات في ظل استمرار الاستيطان وربما إعطاء الجانب الأمريكي فسحة من الوقت بالأيام وليست بالأسابيع أو الشهور لكي يصل إلى التمديد وما لم يصل إلى تمديد التجميد هنا يمكن أن يصدر قرار بيئة الخروج عن هذه المفاوضات لأن الخروج عن هذه المفاوضات يعني قرار صعب لأنه في النهاية سيبذل جهد للعودة إليها لأنه لا توجد خيارات وبدائل كثيرة للقوى المتصدرة للساحة وفي قدمتها الرئيس الفلسطيني محمود عباد سنتوقف مع فاصل قصير ونتابع بعده ساعة حرة أهلا بكم مجددا تشيكو ميناشي برأيك ماذا ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي وهل برأيك أن الضمانات الأمريكية التي حصل عليها غير كافية وماذا عن جوناثان بولارد هل هي في أولوية ما يريده ناتانياهو في هذا الوقت أولا أبدأ بنهاية سؤالك جوناثان بولارد كان موضوعا أثير قبل عدة أسابيع ولكنني أعتقد أنه لا يشكل موضوعا مهما بالنسبة للإدارة الأمريكية خاصة فيما يتعلق بتجميد لستين يوما للأنشطة الاستيطانية هذا موضوع شائك في الولايات المتحدة ونتانياهو يعرف أنه ليس من الممكن تحقيق أي شيء يتعلق بإطلاق صراح بولارد تسألني ما الذي ينتظره نتانياهو هذا أيضا سؤال مطروح هنا في إسرائيل ونحن كمراسلين دبلوماسيين نغطي نتانياهو كما نفهم الأمور نتانياهو ينتظر كي يرى هل العرض الذي يحاول إعطاءه للإدارة الأمريكية بمعنى نوع من القيود الصارمة على البناء داخل المستوطنات ولكن ليس تجميدا رسميا إنه يود أن يرى مثل هذا العرض مقبولا من أمريكا بحيث أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تؤثر على أو ترغم الفلسطينيين لقبول هذه الصيغة وكي لا يخرجوا من غرفة المفاوضات لا أعتقد أن الفلسطينيين سيقبلون ذلك ولكنني أتفق كلية مع المتحدث السابق أنا لا أعتقد أننا سنرى انهيارا سريعا وكليا للمفاوضات الأمر سيتطلب أياما وربما أسابيع لمعرفة هل الإدارة الأمريكية ستنجح في تحقيق أي عملية أي جسر لهذه المشكلة والوصول إلى حلول نعم مارك لندلر فيما يتعلق بمسألة الضمانات ذكرت في مقالة لك أن السؤال المطروح هو إذا كان الرئيس أوباما يخاطر بالكثير في وقت مبكر جدا ومن أجل الحصول على القليل يعني ماذا وراء هذه التساؤلات هنا في واشنطن وبالتالي ماذا عن مهلة الشهرين يعني تمديد قرار تجميد بناء المستوطنات لمدة شهرين هل له علاقة بالانتخابات الأمريكية وبعد ذلك يعني تبقى المسألة مفتوحة للإجابة على السؤال الأول أولا السؤال الخاص بما هو العرض الأمريكي ومدى هذا يدفع به حقيقة أننا لو نظرنا على القطع المختلفة والأجزاء المختلفة للرزمة فإنها تتراوح من أشياء استراتيجية مثل وجود أمن إسرائيلي في وادي الأردن إلى أشياء دبلوماسية من النوع أو العيار الثقيل الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو ضد أي قرار من مجلس الأمن ضد إسرائيل البعض تقليدي تعطيه إسرائيل مثل العتاد العسكري والتعهد بالتوصل إلى ترتيبات أمنية إقليمية للدفاع عن إسرائيل ضد إيران هذه الأشياء يمكن لأمريكا ومن المحتمل أن تفعلها لإسرائيل على أي حال ولكن هناك أيضا مسائل تتعلق بالمال مثل العتاد وأيضا الالتزام العسكري الاستراتيجي وهذا له تأثير على المفاوضات مثل مثلا التعهد الخاص بوادي الأردن المحلل السابق قال إذا كانت أمريكا تحصل مقابل كل هذا على تجميد لستين يوما أنا غير متأكد أننا سنرى أنفسنا في المكان الذي نجد أنفسنا فيه هذا ثمن غال خاصة لأن الولايات المتحدة عليها أن تفعل أشياء في المفاوضات لجعل الأطراف تتوصل إلى اتفاق على النقاط الصعبة نحن في بداية العملية ونريد التغلب على القضايا الفنية السؤال ما الذي يترك للولايات المتحدة كي تتفاوض عليه مع إسرائيل بشأن إيران أيضا بالنسبة للأجندة السياسية أو الرزنامة السياسية هناك أناس يعتقدون أن مدة الشهرين طلبتها أمريكا كي تتجاوز الانتخابات النصفية وبغض النظر عن النتيجة الجمهوريون يتوقع أن يحرزوا نجاحات في الانتخابات وعندما الرئيس والبيت الأبيض يواجهان ضغوط سياسية فإنهم لن يقدموا على مغامرات ومخاطرات في المفاوضات لو الرئيس قرر أن يقدم مقترحات وشيء يمكن أن يقال أنه معايير أوباما فسيكون من الأسهل عليه أن يفعل ذلك بعد الانتخابات وعندها لن يقلق بشأن التأثير على المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات علي أن أشير إلى شيء آخر بالنسبة لمنظور الرزنامة السياسية هناك أناس يعتقدون أن نتنياهو ينظر على هذه المواعيد الانتخابية ويقول أو يعتقد أنه إذا كانت هناك تراجعات لأوباما في الانتخابات والجمهوريون أحرزوا نجاحات فإن هذا سيقوي يد نتنياهو في التعامل مع أوباما هناك أناس كثيرين في الكونغرس يدعمون نتنياهو في موضوع مفاوضات السلام المسألة لها حدين نعم دكتور سيام فيما يتعلق بالضمانات الأمريكية لإسرائيل ما رأيكم بها؟ وبالتالي هناك أيضا ضمانات للفلسطينيين فيما يتعلق بدعم موقفهم من مسألة حدود العام 67 كحدود للدولة الفلسطينية المقبلة يعني كيف تنظرون إلى هذه الضمانات لدى الجانبين؟ حقيقة هناك تخبط واضح مرتبط بهذا الموضوع خاصة وأن البيت الأبيض قد نفى أن يكون هناك ضمانات رغم أن الأحاديث تكرر نفى أن يكون هناك رسالة كما قال مارك لندر ولكنه لم ينفي أن يكون هناك ضمانات نعم أنا استمعت إلى تصريحين متناقضين حقيقة سمعت بأن الإدارة الأمريكية تنفي وجود ضمانات ومن ثم جرى الحديث بصورة متعاقبة عن وجود هذه الضمانات لكن بكل أحوال أنا أريد أن أقول في هذا الموضوع بأن إذا كانت الولايات المتحدة تبحث بهذه الصورة عن ضمانات لمدة شهرين فما بالك عندما تأتي لنقاش القضايا العالقة والأكثر حساسية عندما نناقش موضوع اللاجئين مثلا أو القدس أو يهودية الدولة فماذا على العالم أن يفعل؟ يعني الطريقة التي تعاملت فيها حكومة إسرائيل مع هذا الموضوع وكأنها أرادت أن يركع العالم على قدميه بحثا عن الرضاء الإسرائيلي بغية تحسين الشروط لذلك ربما يضطر العالم في مرحلة ما إذا ما استمر هذا النهج للتخلي عن كل مبادئه وكل قيمه من أجل أن تبقى إسرائيل صاحبة اليد العليا وهذا الإسلوب وهذا النهج بالتعامل هذا فيه نوع كبير من الإزدراء للعالم وكأن العالم يستجدي هذه الإمبراطورية الصغيرة المسمى إسرائيل حقيقة النهج المطلوب الآن هو أن تحسم الحكومة الإسرائيلية قرارها هل هي تبحث عن سلام إذا كانت تبحث عن سلام فعليها أن تجيب عن سؤال كبير لماذا تبني المستوطنات وإذا ما كانت تبحث عن تحسين الشروط فربما التاريخ علمنا بأن كل الخطوات التفاوضية جاءت مقابلها شروط ومقابلها ثمن لذلك أعتقد أن الأيام ربما تكون الساعات القليلة القادمة حاسمة وأريد أن أقول لك في عجالة بأن بعض وكالات الأنباء الآن تؤكد على أن إسرائيل ستستمر في تجميد الاستيطان وستستجيب لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية بالتجميد لمدة شهرين ولكن هناك تصريح فلسطيني يقول إذا ما قبلت إسرائيل بالتجميد لمدة شهرين فنحن نريد أن ننهي قضية الحدود خلال هذين الشهرين حتى لا نعود لمربع الأول في استجداء العالم الإسرائيل لوقف الاستيطان السؤال عماد جاد برأيك هل يمكن إقرار مسألة أو الاتفاق على مسألة الحدود في مهلة شهرين وأشهر قليلة أو أشهر عديدة مضت من دون الاتفاق بعد حتى هذه الساعة على مسألة تجميد أو تمديد تجميد بناء المستوطنان يعني ربما تكون هذه القضية هي محك الاختبار الحقيقي لما يمكن أن تسفر عنه هذه العملية برمتها أستاذ ميشيل نحن نعلم أن قضية الحدود قضية قتلت بحسا كما يقولون في اللغة العربية بمعنى أنها بحثت في كام ديفيد الثانية وبدأ الموقف الإسرائيلي بسقف مرتفع للغاية ربما يتحدث عن ضم حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية وصولا إلى كام ديفيد في مبادئ كلينتون التي أعلنها في 27 ديسمبر عام 2000 تحدث عن ما بين 6 إلى 8% ثم وصولا إلى مفاوضات طابة من 20 إلى 27 يناير 2001 تحدثوا عن رقم تقريبه هو 3.5% أستاذ جاد أقرني عن مقطعاتك ولكن سأوجه سؤال أخير لمارك لندلور قبل أن يغادرنا وسأعود إليك بعد الفاصل لتتابع هذه النقطة مارك السؤال نفسه مهلة السنة التي وضعتها الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق اتفاق حول إطار اتفاق بين الجانبين هل هذا الوقت كاف برأيك لتحقيق مثل هذا الاتفاق في وقت ما زلنا نتحدث عن المستوطنات بعد مضيه عدة أشهر من الواضح يا ميشيل أن المستوطنات استنزفت وقتا أطول مما اعتقد الناس أنه سينفق على المفاوضات يبدو أن فترة الاثنى عشر لن تتحقق الباقي 11 شهرا للمفاوضات وأنا لا أعتقد أن أحدا يعتقد أنه خلال شهرين الطرفان يمكن أن يتوصل إلى تفاهمات حول الحدود وأن موضوع المستوطنات سيختفي أعتقد أنك تثير سؤالا معقولا ومن الجدير بالذكر أن المبعوث الخاص ميشيل يقول دوما أن ما يهدف إليه خلال الاثنى عشر شهرا هو اتفاقية إطار وهناك الكثير من التفصيلات التي يجب الوصول إلى حل لا اتفاق الإطار يتعامل مع سلسلة من القضايا حول اللاجئين والقدس والحدود وهذه صعبة ليس لسنة وإنما لعقود إذن هذا شيء كبير وكل يوم يمر ونحن ناقش المستوطنات يجعل الأمور تبدو غير معقولة يعني هل المسألة كانت مسألة سوء تقدير أم ماذا برأيك أعتقد ربما كان الحافز هو جعل الفلسطينيين يوافقون على الحضور إلى المفاوضات تذكر أن الإسرائيليين كانوا يستمرون في مد العملية أكثر من اللازم والفلسطينيون كانوا يدعون إلى فترة زمنية محددة وأيضا إلى شروط وإلى دور أمريكي ومقترحات أمريكية والولايات المتحدة حاولت أن تمنح سقفا أو أن تعطي سقفا على هذا وربما كانت هناك مقترحات أمريكية على الأقل في البداية أعتقد أن الضغط جاء من هنا ولا أعتقد أنه من حيث المبدأ أنه يمكن أن نبدأ عملية مفتوحة السؤال الذي يمكن أن تطرحه هل عامين أكثر عقلانية من عام واحد ولكن تذكر أن فترة العامين عندها المفاوضات ستوصلنا إلى الانتخابات الرئاسية القادمة وهذه مشكلة لأوباما إذا أراد تحقيق شيء فعليه أن يفعل ذلك ولديه مرونة سياسية في الولايات المتحدة مارك لاندلر الكاتب في صحيفة نيويورك تايمز شكرا على مشاركتك في ساعة حرة نتوقف مع فاصل قصير ونتابع هذه الحلقة كونوا معنا أهلا بكم مجددا نرحب بضيوفنا دكتور سابري صيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتحة الفلسطينية من لندن تشيكو ميناشي المراسل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية من تل أبيب ومارك جينسبورغ السفير الأمريكي الأسبق في المغرب ومستشار سابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وعما جاد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة أعود إليك أستاذ جاد وأعذرني على مقاطعاتك قبل الفاصل كنا نتحدث عن مهلة السنة والأشهر التي مضت في الحديث عن مسألة بناء المستوطنات في حال اليوم استمرت هذه المراوحة ما هو المستقبل لدى الجانب العربي لدى الجانب الفلسطيني تحديدا يعني استكمالا للنقطة السابقة أنت سألت عن مسألة الشهرين هل هي كافية للتواصل للاتفاق حول حدود الدول الفلسطيني لا أجيبك بكل بساطة هي كافية لو كانت لدى نتنياهو إرادة سياسية للتواصل للتسوية أشرت إلى أنه في مفاوضات طابة في يناير 2001 تم الاتفاق على رقم قريب من 3.5% ضمها إسرائيل هي مناطق الكتل الاستطانية السلاس على الحدود في إطار تبادل للأراضي بينهم الوفد الفلسطيني برئاسة أبو علاء والوفد الإسرائيلي برئاسة وزير خارجية في ذلك خلوقت شلوم بن عامي إذن السؤال هنا ربما مرتبط بأسئلة أخرى طرحتها هل نتنياهو ينتظر تراجع للديمقراطيين وتقدم للجمهوريين وبالتالي تتراجع هذه الضغوط هل نتنياهو يسعى لانسحابات من جانب واحد على غرار ما فعل شارون مع قطاع غزة في 2005 أم ينتظر تسوية تعقدية أعتقد أنه إذا كانت لديه وصفة للاضطراب والفوضى سيسعى إلى إفشال هذه المفاوضات سواء تقدم الديمقراطيين أو تراجعوا وينتظر بعد ذلك جولات أخرى مع الإدارة الأمريكية يكون انتهى فيه من إعادة تحديد الحدود على الأرض ببناء الجدار الفاصل ثم يترك ما يريد أن يترك من أراضي فلسطينية تعم في فوضى وفي خراب وفي هذه الحالة لن يتوصل إلى تسوية وأعتقد أننا سنعود للحديث عن فوضى شاملة في المنطقة أما إذا كانت لديه إرادة سياسية أستطيع أن أقول لك من خلال وبحكم متابعة كل ما جرى من مفاوضات فلسطينية إسرائيلية تحديدا كان بديفيد السانية ثم واشنطن ثم طابة نعم في حال توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي يمكن التوصل في شهرين إلى اتفاق على حدود الدولة من داخله تحل قضية الاستطان قضية القدس هناك مؤشرات على الحل قضية اللاجئين أيضا هناك مؤشرات إذن فترة العام فترة كافية الشرط الوحيد هو وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي تشيكو مناشي من غلاء من خلال متابعتك وتغطيتك لرئيس الوزراء الإسرائيلي برأيك يعني ما هو توجوه الحقيقي مع أي خيار من هذه الخيارات التي تحدث عنها عما جاد أنا غير متأكد كي أقول لك الحقيقة أنا غير متأكد أن السيد نتنياهو يعتمد على الانتخابات النصفية الأمريكية أو الانتخابات الرئاسية لا أحد في إسرائيل ربما عدا باراك وزير الدفاع يعرف في الواقع ويفهم ما يتوجه إليه نتنياهو ولكن إذا سمحت لي بالنسبة لموضوع آخر لا أحد في هذا الطاقم المميز يشير إلى القرار الأمريكي هناك أكثر من قرار لإرغام الطرفين وفي موقف سياسي شائك إرغامهم على الدخول إلى غرفة المفاوضات والجلوس والحديث عن مفاوضات لمدة عام للوصول إلى اتفاق حل النهائي أعتقد أن هذه الخطوة الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا خاطئا وكان يمكن أن تختار الخيار الآخر وهو محاولة الحصول على إعادة نشر قوات في الضفة الغربية من السيد نتنياهو لأن السيد نتنياهو والسيد عباس وأعتقد أيضا الإدارة الأمريكية غير قادرة سياسيا حاليا على التوصل إلى اتفاق حل نهائي وبدلا من إرغامهم على الدخول في المفاوضات والوصول إلى موقف نتعامل معه الآن الإدارة الأمريكية كان يمكن أن تختار وربما كان القرار يجب أن يكون مختلفا عن القرار الحالي والحصول على نشر قوات إضافية في الضفة الغربية من السيد نتنياهو للخروج من أراضي منطقة جيم وإعادتها إلى الفلسطينيين ولفهم الموقف هذا أقصى ما يمكن تحقيقه من حكومة السيد نتنياهو اليمينية وأيضا من حكومة السيد عباس حاليا سيد جينزبورغ ما رأيك بما قاله سيد مناشي هل أن الإدارة بالغت في توقعاتها من عمليات السلام هذه وأنها تستثمر الكثير للحصول على القليل ربما مسألة تجميد أو تمديد مسألة تجميد المستوطنات أنا أشاطر هذه الهواجس وأفهم ما تحاول الإدارة تحقيقه ولكن يزعجني أن هناك رفع لسقف التوقعات بعد الإعلان عن المفاوضات المباشرة كنا نعرف أن التجميد سينتهي بعد أسبوعين ولم تكن هناك ضمانات أنه سيمدد هناك انتخابات نصفية كونغرسية قادمة ولا يوجد أي شك في الواقع أنها نتيجة معروفة أن حزب الرئيس سوف يخسر عدد كبير من المقاعد في مجلس النواب وهذا سيضعف تصور الرئيس أو النظرة إلى الرئيس هنا وفي الخارج وسيجعل من الأصعب بذل ضغوطات في المنطقة نتيجة لهذا التصور أنه ربما الرئيس هزم على الرغم من أن مجلس النواب لن يعود لسيطرة الجمهوريين من الواضح أن السيد ميتشيل لديه كل أمل وتوقع أن استثماراته في المنطقة ستعود بنتائج ولكنني أتفق أن أساس تحقيق هذه الاختراقات في الواقع هي في يد أفراد ليس لديهم دعم كاف من ناخبيهم لإرغامهم على التحرك في الاتجاه الصحيح من تقصد؟ أنا أتحدث عن كل من السيد نتنياهو والسيد عباس الموقف الإسرائيلي في إسرائيل تجاه هذه المفاوضات لا يقترب أبدا مما ينبغي أن يكون وهو أن سيد نتنياهو في الواقع قادر على السيطرة على الأجندة وعمل ذلك مع الاهتمام بمصالح التيار اليميني أكون سعيدا لو سيد نتنياهو كان يقلق أكثر عن الناخبين المؤيدين للسلام في إسرائيل بدلا من الاهتمام بتحالفه دكتور سيدم من هنا تأتي مسألة ما تنقلته بعض وسائل الإعلام من أقوال للرئيس محمود عباس في عمان حيث لمح إلى إمكانية بقائه في هذا المنصب لمدة أسبوع ولمح إلى إمكانية تقدمه بالاستقالة برأيك إلى أي مدى هذه الاستقالة جدية هذه المرة في حال فشلت المفاوضات وكان في السابق قد هدد بمثل هذه الاستقالة حقيقة هذه ليست المرة الأولى كما تفضلت وبالفعل جراء الحديث عنها مسبقا لكن الرئيس عباس هو أكثر الناس العارفين بأن القضية ليست قضية شخص وإنما قضية شعب وأن حل هذه القضية يتأتى من خلال تساوق العالم إن صح التعبير باتجاه فرض الحل في المنطقة خاصة وأن استمرار الأستوان المشروخ بهذه الصورة لن يفضي إلى شيء أنا أعتقد أن الرئيس عباس يمتلك الحكمة والروية لاتخاذ القرار المناسب في الساعة المناسبة ونحن في حركة فتح نقف إلى جانبه في أي قرار يتخذ على أرضية أن هناك حاجة فعلا لدفع العملية التفاوضية هذه المرة ليس بالشعارات وإنما بالأفعال وهنا أريد أن أعقب على القضية التي دائما ما تثار بأن الإدارة الأمريكية تبحث عن اتفاق إطار لأقول بهذا الصدد بأن الحديث عن موضوع القرار أو الحديث عن موضوع الإطار عفوا يعني حديث ربما يعيدنا إلى ذكريات الماضي بأن نوقع اتفاقا يسمى إعلان مبادئ أو اتفاق إطار وندخل في عملية تزيد عن عشر سنوات يضيع فيها الوقت والجهد وتتبخر فيها مقومات الدولة هذا الموضوع بالشكل العام الفلسطيني يخلق حالة من الإحباط هذا الموضوع باتفاق الإطار قبل ضمن مفهوم أن هذا الإطار الذي يجري الحديث عنه هو تقريبا خطة عمل وليس حديث عن إعلان مبادئ بأننا سنبدأ بالتفكير بكذا وسنتفاوض بكذا وهنا أريد أن أذكر الجميع بأن الحديث عن المفاوضات المباشرة قيل فيه فلسطينيا بأننا قد نهينا التفاوض بأنه ليس هناك أي نقاط نتفاوض حولها وإن كنت تعرف أخ ميشيل كثير من القضايا سبق وأن حسمت بصورة كبيرة فيما يتعلق بتبادل الأراضي فيما يتعلق بتفاصيل أخرى جرى الحديث عنها ويتعامل معها الصحفيون بأنها الآن باتت من المسلمات لذلك الإطار العام الآن يعطي الانطباع بأن القضايا قد انتهت وأشبعت نقاشا فعلا وأن ما هو مطلوب على الأرض وهذا ما تطلب الجماهير نتائج وليس وعود وعهود تفضي إلى نتيجة محصلاتها صفر تماما تشيكو ميناشي مسألة جديدة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل ساعات من اتخاذه قرارا في مسألة تمديد تجميد بناء المستوطنات وهي اقتراحه مشروع لتعديل قانون الجنسية يقضي بأن يقسم كل من يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية الولاء لإسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية يعني ماذا وراء هذا الطرح في هذا الوقت بالذات أولا وراء السطار هناك الكثير من الاتفاقيات الاتلافية الرسمية بين حزب ليبرمان وهو حزب كبير داخل اتلاف نتنياهو هناك اتفاق اتلاف سياسي منذ بداية هذه الحكومة الإسرائيلية والمشاهدون يجب أن يفهموا أننا نتحدث عن تغير في الجنسية في قانون الجنسية الإسرائيلية الذي الذي ينطبق على الناس الذين يطلبون الحصول على الجنسية الإسرائيلية ولا يتطرق للمواطنين الحاليين سواء كانوا من العرب أم من اليهود داخل إسرائيل والذين لا يحتاجون إلى أخذ هذا القسم للدولة الإسرائيلية كدولة يهودية ديمقراطية لهذا السبب أن هذا السبب وراء قرار نتنياهو هذا ليس اقتراح وإنما قرار قبله نتنياهو وهو لا يشكل مشكلة للمواطنين العرب في إسرائيل حيث لا يوجد معنى حقيقي للمواطنين الإسرائيليين الذين نواب عرب قالوا نواب عرب إسرائيليون وصفوا هذا التعديل بأنه عنصري أنا أعرف عن هذا النقد ولكن أعتقد أنه فرصة سياسية لأحزاب المعارضة ومن بينها الأحزاب العربية والسياسيين العرب داخل الكنيسة وداخل البرلمان الإسرائيلي الذين يحاولون أن ينتقد حكومة السيد نتنياهو أولا هذا قرار شائك اتخذه نتنياهو ولكن قرار مشروع أيضا السيد باراك رئيس حزب العمل هو أيضا يوافق على هذا القرار وهو يحاول أن يدخل تعديلات سبيرة على القرار وإضافة مشاهدين أهلا بكم سيد جاد ودكتور سيدم على التوالي فيما يتعلق بهذا الاقتراح الذي تقدم به أو هذا المشروع الذي سيعرض على مجلس وزراء الأحد المقبل فيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية الإسرائيلية كيف تنظرون إليه دكتور سيدم بداية كما تبحث عن ألية لإشغال العالم إن صح التعبير تذكرون تماما بأن لبرمان أطلع علينا وبدأ بالحديث عن تبادل السكان وليس تبادل الأراضي وتحدث أيضا عن موضوع الاستيطان بصورة عاطفية كبيرة أيضا الحديث عن يهودية الدولة والآن قانون المواطنة وفي الأسبوع القادم سيكون هناك نقطة تفجيرية أخرى وبالتالي هناك محاولة دائما مستمرة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإشغال العالم بقضايا الهدف منها إضاعة الوقت وإجهاد عملية السلام برمتها والتأكيد على أن إسرائيل هي صاحبة اليد العليا ولا أستبعد أن يكون هذا التكتيك هو التكتيك المعتمد من الآن فصاعدا حتى تحسن إسرائيل شروطها في عملية ابتزال العالم إن صح التعبير للإنصيع لإرادتها السجد هناك من يقول أن نتنياهو يسعى إلى غراء أو نيل رضا لبرمن أو على الأقل إلى أبقائه على الحياد في حال اتخاذه قرارا بتمديد قرار تجميد بناء المستوطنات ما رأيك يعني أنا أعتقد أنها قضية ليست بجديدة طرحها لبرمن قبل ذلك بضرورة القسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية التوقيت يبدو أننا مجغولون بتفسير نوايا نتنياهو وتفسير ونبحث عن شيء ما إيجابي في كل خطوة يتخذها حتى ولو كانت سلبية أعتقد أنها قضية تتعلق بالنضال من أجل الحقوق المواطنة داخل إسرائيل وبالتالي حتى لو كان نتنياهو لديه تصور بإقناع السيد ليبرمن بالاستمرار معه فإذا كان يدفع مثل هذا السمن لإقناع ليبرمن بالبقاء لمجرد القبول بتمديد تجميد الإستان لمدة شهرين فماذا سيدفع له عندما يقترب من موضوع القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود أعتقد أن نتنياهو وأنا ركزت على قضية الإرادة السياسية لو لديه إرادة سياسية يستطيع أن يقول السيد ليبرمن احزم حقائبك واخرج ولديه حزب كديم هو الحزب الأول في الكنيسة في 19 مقعد إذا انضم كديم إذا كان نتنياهو جادا في التسوية فلا يتوقف كثيرا أمام إرضاء ليبرمن أو غيره من الأحزاب اليمينية المسألة متاحة له ربما هناك العمل والليكود وكديمة لديهم الغالبية الصاحقة من مقعد الكنيسة أكثر من 70 مقعد وبالتالي لن يكون محل ابتزاز لأحد لكنه ربما يشغل الساحة السياسية ويدفعنا للتفكير في ما وراء نوايا نتنياهو إذا كانت خيرا أمام أعتقد أن نتنياهو على ذلك برأيك إذا كان فعلا جديا في عملية السلام لماذا لا يقدم على التخلي عن لبرمن وضم كديمة لبرمن واليمين الإسرائيلي إجابة بسيطة على هذا الوقت لم يحن بعد السيد نتنياهو لا يعتقد أن هذا هو الوقت لإدخال كديمة في الحكومة ولكن المفاوضات مهددة اليوم أنا أتفق أن هناك مخاطر ولكن السيد نتنياهو يعتقد أو هو لا يعتقد أن إسرائيل يجب أن تلام على أنها الطرف الذي يهدد بالخطر المفاوضات بالنسبة للسيد نتنياهو وما يقوله الجانب الفلسطيني كان لديه أكثر من تسعة أشهر لدخول المفاوضات المباشرة وفضلوا الانتظار حتى الدقيقة الأخيرة لدخول المفاوضات وبعدها طلبوا من الجانب الإسرائيلي تجميد آخر الجانب الفلسطيني كما يعتقد السيد نتنياهو الجانب الفلسطيني كان لديه وقت كاف لدخول الغرفة والبدء في المفاوضات حول قضية الحدود وربما ما كان عليهم الانتظار حتى آخر دقيقة ربما كان هذا قرارا استراتيجيا اتخذه الفلسطينيون أو السلطة الفلسطينية أو القادة الفلسطينيون نعم سيد جينسبورغ يديعوت أحرانوت الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو يطالب بأن يلتزم الرئيس الأمريكي أوباما التعاهدات الخطية لسلفه جورج بوش مقابل تجميد بناء المستوطنات وكان الرئيس بوش كما هو معلوم عبر عن تأييده لأن تضم إسرائيل الكتل الاستطانية الكبرى في إطار اتفاق نهائي مع الفلسطينيين هل برأيك سيقدم الرئيس أوباما على تجديد التزام الإدارة الأمريكية بهذه الوثيقة صراحة كان هناك الكثير من المفاوضات الخلفية بين البيت الأبيض وبين ممثلين عن رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأيام الأخيرة وذلك من أجل الحصول على تجميد للاستطان ولكن من الشيق أن نرى ما الذي ستؤدي إليه هذه المفاوضات الخلفية لأنه من الواضح أن قرار رئيس الوزراء جاء بثمن غال تدفعه الولايات المتحدة وأنا بصراحة لا أعرف ولكن هناك الكثير من الشائعات بشأن عناصر هذه المفاوضات الخلفية وما تبدو عليه وأنا أعتقد أن الرئيس ربما غير مستعد حاليا في الوقت الراهن مستعد غير مستعد للاقدام على مثل هذا التعهد إلى أن يرى أين تتجه الحكومة الإسرائيلية في هذه المفاوضات نعم جواب مختصر لجميع المشاركين في هذه الحلقة لو سمحتم سيد جينزبرغ بداية كيف ترى الصورة في الأشهر القليلة المقبلة فيما يتعلق بهذه العملية سأعطيك تنبؤاتي الجوية غائم مع احتمالات كبيرة بسقوط أمطار سيد جاد يعني أعتقد حتى الآن هناك ابتعد عن المواقف الحدية وأعتقد أنهم من المرات القليلة لا تبزل في جهود وبالتالي أعتقد أننا سنصل إلى مرحلة يتم فيها تمديد تجميد الاستيطان لكني لست متفائلا باتجاه نتنياهو في التعامل مع هذه المفاوضات دكتور سيدم يعني ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة هل ستشهد الساحة الفلسطينية استقالات تغيير قيادات أم ستستأنف العملية كما نرى حاليا حقيقة أقول بأننا نقف على مفترق طرق الأمور ربما تصل إلى حالة حل شامل إذا ما كانت سوريا ولبنان جزئ من المعادلة وربما نتخطى الانتخابات النصفية الأمريكية ويكون هناك تركيز على هذا الموضوع ويحل وإما أن ندخل في متاهة جديدة لكنني أقول في عجالة بأنني متفائل على الداخل فيما يتعلق بالداخل الفلسطيني بأن يكون هناك لملمة لجراحنا الفلسطينية والتئام وحدة الحال الفلسطينية وإنهاء ملف الانقسام والتركيز على البيت الفلسطيني بترتيبه تحضيرا للمستقبل بغض النظر عن نتائجه شيكو مناشي أعتقد أننا سنرى المزيد من الحفاظ على العملية بدون أي إنجازات في الأشهر القليلة القادمة هكذا أرى الأمور الآن وماذا عن وضع المنطقة ككل هل يمكن أن تحتمل برأيك أعتقد أن المنطقة تحملت هذا التأخير طالما أن العملية لا تنهار ولا أحد يغادر غرفة المفاوضات آمل أن الإدارة الأمريكية ستجد طريقة حكيمة طريقة أفضل من الطريقة التي رأيناها في العام الماضي للحفاظ على عملية السلام وكما قال دينيس روس وهو الدبلوماس الأمريكي قال من الأفضل الإسرائيليين والفلسطينيين أن يستمروا في الحديث بدلا من أن يقتتلوا إلى هنا مشاهدين تنتهي ساعة حرة نشكر ضيوفنا دكتور سابري سيدم نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة الفتحة الفلسطينية من لندن تشيكو ميناشي المراسل السياسي للقناة العاشرة الإسرائيلية من تل أبيب والسيد عماد جاد رئيس برنامج دراسات الإسرائيلية من القاهرة ومارك جينسبرغ مستشار سابق للبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط من واشنطن نشكركم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر